اشتركوا في القناة ونشوف النهاردة حلقتنا هتكون عن أخلاق أصحاب النبي ورحب بك الأول شكرا يا مارينا وأهلا بالمشاهدين وإن شاء الله الحلقات تكون فعلا تحت المجهر والمسلم كمان يحط كل كلمة احنا من قلقة تحت المجهر طبعا من خلال الدليل والبرهان اللي احنا هنقدمه هو يبحث برضو يشوف احنا كلامنا صح ولا لا واحنا طبعا كل المراجع اللي منستشهد بها تتحطى على شاشة قدامكم علشان تراجع ويرانا للناس البحثين عن الحقيقة أول حاجة بنبتدي موضوعنا أن مين هو الصحابي؟ الصحابي هو اللي شاهد الرسول وعصره شاهده ولو حتى مرة واحدة ففي حديث بيقول إن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما يشئتم فقد غفرت لكم ده الله اللي بيقول على أساس إن الله هو اللي قال وطبعا الحديث صحيح وممكن تتأكدوا منه طيب مين اللي شاهد بدر؟ أول صحابي احنا هنتكلم عنه النهاردة الوليد ابن عقبة شاهد بدر يعني غفر ليه يعني خلاص اللي يعملوا يعملوا بس خلاص القرار صدر بإنه إيه شاهد بدر يبقى مغفور خطايا مين هو الوليد ابن عقبة؟ نشوف سير أعلام النبلاء بيقول لنا هو من صغر الصحابة يعني سير أعلام النبلاء من صغر الصحابة وليد ابن عقبة هو أخو أمير المؤمنين عثمان لأمه يعني أخوه من أمه آه مش إيه يعني آه من مسلمة الفتح يعني أسلم أسلم في الفتح بعثاه رسول الله على صدقات بدي المصطلق و أمر بزبح والده صبرا يهو مبدر يعني إيه يعني أمر بزبح أبوه صبرا و ده الوليد أيوة و يعني إيه يقتله صبرا يعني يربطه ويمسك سهام كده ويقعد ينشل اللي تيجي في عينه تيجي في بطه تيجي في قلبه يعني بالتعذيب يعزبه ده الصب ده ده يعني ده الإحسان اللي بيقدموا لأهليهم الإسلام إدى حاجة تانية خالص قال القمة كنا بالروم وعلينا الوليد فشربه فأردنا أن حده يعني شربه حبه خمرة ما الحد الخمرة الحد في الخمرة يعني بس أصل فيه ناس ممكن تفكر شرب مية فلا لازم نوبح فشربه فأردنا أن حده فقال حزيفة بن اليمان أتى حدونا أميركم وقد نوتم من عدوكم فيطمعون فيكم يعني أنت تقربته على العدو كده يطمع فيكم لما الأمير بتاعكم يتجلد يعني وقال هو لأشربنا وإن كانت محرمة إن حتى لو متحرمنا هاشرب وأشربنا على رغم أنف من رغمه مين بقى من رغمه ده الله أشربنا على رغم أنف من رغمه يعني عن أنف الله بذات نفسه مش الله والمحرمه وأنف محمد بس محمد ما بس يعني دي مارينا ممكن يقولولك لا ده أيام النبي ولا بعد النبي ده كان في أيام بعد النبي أكيد لأنه في غزوة طولنا بالروم يعني بيغزو الروم آه آه كانوا بيغزو الروم يعني وهو مسلم وهو أمير عليهم وهو أمير أمير على المسلمين في الغزو الروم قال أنا حشرب وحشرب كمان غزو غزبا عن أي حد يعني حتى لو الله محرمها هاشرب طب وما يحدهوش لأن ما يحدش الأمير أولاً حزيفة بن اليمن لأ أولاً عايزة أقول معلومة إن لاته قام الحدود في أرض الكفر در الحرب أصلاً يعني در الحرب لاته قام فيها أي حدود آه فهما مستحيل يحده حتى لو إيه يعني لأن لاته قام الحدود في أرض الحرب آه يعني دلوقتي الرجل ده اسمه الوليد بن عقبة شرب كان بيشرب شريب خمر عشان بس أيوة الوليد وده كان صحابي يعني شاهد الرسول وعارف إن الخمر حرام بس ممكن يكون يا مارينة نتيجة لأنه شاهد بدر فسمع الرسول بيقول يا جماعة اللي شاهد بدر حيروح الجنة عدف ماذا آه غفرة خطايا فخلاص ها ما كانش هام وألا أنا هشرب حتى غزباً عن أي عين أي حد هشرب طيب الراجل ده كان صحابي تمام اللي نزلت فيه الآية بتاعت يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسخن بنبأ فتبينوا دي قالوا كده إن نزلت في الوليد عقبة ابن أب المعين يعني الراجل ده في القرآن اسمه فاسق وهذا الفاسق من أصحاب النبي من أصحاب النبي وهذا الفاسق أغفر له خطايا مقدماً تمام مش أنا اللي بقولي الكلام ده على فكرة في صورة الحجرات الستة اللي هي يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسخن بنبأ وتكملة سمية كده القرطبي بيقول سمية الوليد فاسقاً أي كذاباً قال ابن زيد ومقاتل وسهل ابن عبد الله الفاسق الكذاب يعني ده كذاب مفاسق وقال أبو الحسن الوراء هو المعلن بالزم هو أعلن بالزم برضو في موضوع شرب الخمر وقال ابن طهر الذي لا يستحي من الله رغم أنه رغم صحابي إيه يا فرحة مش في القرآن بيقول لا يتأخذ منهم شهادة أبداً 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 أمير المؤمنين على واخد إمارة الجيش وهو داخل على الروم هو ده مش أمير المؤمنين كلهم يعني عشان المسلمين ما يفكروش إن أنا مغلط في الحيطة دي لا أمير روم في الحرب وهو رايح يخزو الروم هذا الرجل كان لا يستحي من الله شوفي لا يستحي من الله عايزين بقى أن نطبقها كده بسرعة يا مارينا على إنه إيه الرغم أنف من رغم أي حد الرسول استحب الله لا يستحي ومعلن بالذنب كمان وكان كذاباً معلن بالذنب يعني أنا عشب خمرة قدام الناس بالضبط وبعدين قال لك وكان كذاب في الحدثة لما رجع للرسول قال له إن الناس بتوعب عن المصطلق مش عايزين يدفع الفلوس اللي مطلوبة منهم وهو كان كذاب وهم راح قوله وكان الرسول حقيق يقول هيروح يقتلهم كان هيروح يقتلهم لولا الناس دولا قولوا قالوا لأ إحنا إحنا جايين يبقى إحنا شفنا صحابي من أصحاب الرسول اسمه إيه فاسق يعني صحاب الرسول كان واحد صحبه فاسق آه يتصوروا إن الرسول صحابه فاسق ويقول رضي الله عنه فاسق رضي الله عنه الفاسق رضي الله عنه خالينا كمان نشوف إن في حديث بيقول لنا إيه طب عنده للصحابة كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد الأولاد والنبي حي لا يرى بذلك بأسا يعني الرسول كان وجود معاهم وكانوا طبعا ياخدوا جواري جواري دي تخلف لهم أولاد بتبقى اسمها أم ولد يروحوا أخدين السراري دي يبيعوها أم الولد في سوق النخاسة في سوق النخاسة أمه السحابة يعني يخلعوا الواد من أبو أب من أمه ويروحوا ييقوموا بيعينها لحد تاني آه هو يقول لك لأ ده أم الولد في حكم الزوجة يعني كانوا بييبيعوا زوجتهم كده بس الرسول كان موافق كان موافق ودي تعتبر سنة تقريرية كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والرسول لا يرى في ذلك بأساً وده اللي حصل على فكرة أيام دواعش كانوا بيعملوا كده ياخدوا النساء ويبعو ويطلع لنا الأظهر يقول هذا ليس من الإسلام لا هذا من الإسلام والدليل على كده أن الرسول نفسه لا يرى في ذلك بأساً طيب مارينا يعني قد إيه المسلمين بيتكلموا معانا على موضوع السكر صح؟ هم يعني بيقولوا إيه إن إحنا أحسن منكو ناس خمرة حرام وفاكرين يعني إن إحنا عندنا مارينا المسلمين حالياً ناس طيبين جداً ومش عارفين اللي مستخبي اللي في الكتب لكده إحنا جايين نحط الإسلام تحت المجهر تعالوا أفرقكم أوضح نقطة يا فرحة مفيش حاجة أسمعها الخمرة حرام أو أنتو بتشربوا خمرة إحنا الخمرة كمادة مش حرام كمادة لأن دي بتستخدميها في العشوة وفي الدواء وفي كل حاجة كمادة مش حرام لكن عندنا إيه اللي غلط؟ السكر طبعاً لا سكرون يدخلون الملكوت فأنت كمسلم بتتعالى علي وتقولي الخمرة حرام؟ أوه يعني يعني ما تتعاليش بيا ما تتعاليش علي بالموضوع ده أنت بتعرفش حاجة في المسيحية فنشوف هل الصحابة كانوا بذكروا يعني مثلا؟ أوه طبعاً هنشوف هنشوف الصحابة كانوا بذكروا ولا لأ في صحيح البخاري إن عبد الله ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج ابن يوسف الصقف تمام؟ وأناس ابن مالك أناس ابن مالك وابن عمر كانوا بيصلوا وورا الفاسق الحجاج ابن يوسف الصقف وكده الحجاج فاسقاً ظلماً ظلماً آه دي كده وفي صحيحه أيضاً أن النبي قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم إذن النبي شجع جزئية إيه ملكمش دعوة باللي بيصلي إمام ده فاسق طب في ناس هيقولوا بس الحجاج مش بالصحابي ولا حاجة لا أنا هنجلكم دلوقتي لس المهم مين اللي كان بيصلي وورا الصحابي ابن عمر الصحابي التاني اللي هو أنس ابن مالك الصحابة كانوا بيصلوا وورا ناس في الصقف ومعروف بفسقوهم بيفسقوهم وبيجعروا بفسقوهم وظلمة كمان بس أبن يا فرحة هل إحنا ممكن نصلي وورا واحد إحنا عارفين أن نضف يسرق كداب وبيشرب حمرة ومش عارفها بيعمل إيه بتترده ونقول لا مش مشكلة نصلي وورا مستحيل 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 بيقول كده في 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 فتوى يعني بتقول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون يعني ما بيعيدوا الصلاة ليه؟ كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج وكذلك أنس أنا بكمل النقطة بس أنس بن مالك وكذلك عبد الله بن مسعود بالزبط كده وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة الوليد بن عقبة ده مين؟ ده الصحابي اللي احنا نسه بنقول عليه عليه إيه؟ سكير آه يبقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيد وكان بيشرب الخمر بدرجة شوفي بقى عزيزي المشاهد ابن مسعود والصحابة بيصلوا وراء الوليد بن عقبة اللي هو صحابي إنه صلى بيهم الصبح مرة أربعا أربع ركعة احنا عارفين إنه هم ركعتين ثم قال أزدكم لو حابين أزود في الركعات سكران طينا سكران طينا وصلى هو إمام الصحابة فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة إيه رأيك في الكلام ده؟ يعني هم عارفين إنه سكران وبيصلي بيهم غلط وعادي بيصلي مش مهم بنصلي غلط يعني يا فرحة هل يعني السلات صحيحة أن أنا أزود عدد كما سبقى أزود عدد رقعات أو أقلي عدد رقعات هل السلات صحيحة بتعتبر إحنا لما بنصلي بالسهو بنعمل سجدة السهو يعني بنسجل سجدة السهو أنا بقى لي 33 سنة بس أنا على الزاكرة كده فطرق الإسلام يعني ففي حاجة اسمها سهو لكن عمدا ده عمد بيقول لهم تحب أزود لكم هو شارب خمرة تحب أزود لكم يعني ده مش مخلفة قالوله أنت من زمان وانت مش مخلفة لا تقربوا سلوه أنتم سكارة راحت فين طيب ما بيقولوا لنا بالتدريج ومش التدريج ما قال لهم ولي مني من الله أكبر ولا من حد تاني طيب هو يا فرحة بيقول لا تقربوا السلاة وأنتم سكارة ده بيخلف حتى القرآن بالضبط بيخلف كل حاجة بس أنا الراجل ده فاسق القرآن سمان فاسق والقرآن إداله الكريدت كارت بتاعه أنه هو أنت داخل الجنة داخل الجنة يعني مجموعة فسقة وقفين وسكرين وقفين يصالوا هل ربنا بيقبل الكلام ده أنا قدام ربنا أقوم بصلي وأنا شارب حمراء وسكران وفاسق وكاذب وكده هما ليكم ليكم صلاته إذا كانت صحيحة فليكم ولي صلاته كانت غلط ليكم إنتم ما أدال لهم الصغرة أدال لهم الصغرة اللي يعدوا منها طب لما الإمام يكون سكران طب أنا كسحابي ما أذكرش ليه بالضبط كده بمجموعة فاسق سكرين قاعدين يصلوا بالضبط وربنا عادي يعني مش مشكلة عنده بس مهمة تبقوا مسلمين طيب بالنسبة لعثمان بن عفان عثمان بن عفان رحوله قالوله أمير المؤمنين فيه واحد لما كان محصور يعني حسروه إمام إمام فتنة كانوا حبسينه فقالوله فيه إمام فتنة طيب الإمام الفتنة ده نصلي الناس بتصلي وراها قال لهم ولا ولا المشكلة قليلي أنا عايزة بقى أسألك السؤال ده عثمان بن عفان ده مين اللي قتل المسلمين شفتي يعني قتلة يبقى أصحاب أصحاب النبي قتلة أصحاب النبي سكرين فسقة ويعني فعلا لو قعدنا نشرح في الموضوع ده كتير طب قليلي على عائشة وعلي مين اللي كانوا ورا عائشة كله مسلمين فمسلمين ورا عائشة طلحة والزبير والباقي مسلمين واللي مع علي برضه وكانوا بيه بيحربوا بعض وبيقتلوا وعشرين ألف واحد في معركة الجمل شوفي ومنهم عدد كبير في حديث للرسول بيقول القاتل والمقتول في الجنة في النار فإذا كان القاتل والمقتول في النار يبقى كل دول هيروحوا جوانا صح أكيد فيعني أنا نفسي تعقبيلي على كل اللي إحنا قرناه يعني إحنا دلوقتي السيد المسيحي يقول لنا إيه يا فرحة إن في أبياء كذبها تيجي طب نعرفهم إزاي يا رب قال لك من سمارهم تعرفوا نعم صحيح فمن سمار الإسلام القتل حربوا بعض كانوا بيذكروا كانوا في الصاق كذبة بيقتلوا في بعض هل كان وقتها في إسرائيل وأمريكا اللي دلوقتي يقول لك دي مؤامرة أمريكية مؤامرة سهيونية فتنة ما كانش فيه وقتها ده كانت مؤامرة إسلامية إسلامية والمسلمين لما بيلقوش حد يا فرحة إن فيش مثلا يهود بيفجروا نفسهم بيقتلوا في روحهم آه إيه لسه من قيمة كام يوم بيفجروا تقريبا كل جمعة في أفغانستان تفجير جامعة جامعة سنة جامعة الشيعة وهكذا بيفجروا في نفسهم طبعا إحنا مش فرحنين في الكلام ده لا لا إحنا بنقول المسلم حط الكلام ده تحت المجهر كده وشوف هل ده ممكن يكون دين حقيقي من عند ربنا المشكلة إنهم بيقولوا إنهم كل دول رضي الله عنهم القتل والمقتول رضي الله عنهم هل هو رضي الله عنهم لا طبعا فإحنا حلقة النهاردة بنكلمك يا عزيزي المشاهد عن الصحابة وحلقات تانية كتير هتشوف فيها برضو عن الصحابة لكن إحنا بنديك نمازج زي الوليد بن عقبة اللي كان فاسق وكان معروف في استنلاس فاسق وسكير وكاذب وقاتل يعني قتل أبو صبرا يعني بالتعذيب وإن دي الأخلاق اللي شربوها شربوها من رسول الإسلام هما تعلموا من مين هما دول الرجال اللي حول الرسول هاي صحيح اللي انتوا بتتردوا عليهم فأطلب منكم أعزائي من المشاهدين إنكم تحطوا الكلام اللي احنا قلنا ده تحت المجهر صحابة تحت المجهر وتشوفوا الإسلام ده جه إزاي بشكري يا مارينا شكرا يا فرحة ولتقي بكم في الحلقة القادمة شكرا يا ماريس شكرا يا ماري Geoff